إذا يتعدل الميزان يثبت صاحبه معدل وإذا يتبدل المفتاح قفله وياه يتبدل بس انت قفل ورقام والمفتاح منه وبيه وانت المشكلة والحل وكفاجأتني شعجب من قتلي خنلته وكل من يكتدربه الصعب اختلاف الحج مو روحتك صعبه وكفاجأتني شعجب من قتلي خننتهي وكل من يكتدربه الصعب اختلاف الحج مو روحتك صعبه مو جنا وقت الفجر نغبش فجر للفجر ونتقابل على الشبك واثنين ننصبه مو جنا وقت الفجر نغبش فجر للفجر نتقابل على الشبك واثنين ننصبه كاسيا حطيتلي من نار والسم قلت تختار للشربة من عدها قلت انتحر من عدها قلت انتحر لتقلها جيتك فيشل اقبال المرأة وقف حط شيلتها بقلبة الجيران عاشوا عمر قلنحلك له هلي يحسبونهم غربة من هاجرت بالحليم كاتب رسائل إليك يلدورت لك ظرف كان الظرف طلبة ومو هذا حتشي إلك حتشي لي خضر اليبس بس جيب لي كتبة مثل لي دفنان سحر دافن رسائل إلك وتلقاه هنا بأي وقت من تحفر العتبة اللي يترقى بس عسكري وكل ما غبتلك سنة حزن العليك وعلي يترقى لك رتبة الله الله هياك الله محمد الرئيس ومحمد آور محمد الرئيس هاتشابه داما محمد الرئيس كل الهلة فرحان افتواجدك ببرنامج رسائل يا مسي تلعافي عليك وعلى مشاهدين الكرام فدو روح لك مولاي العزيز أه حديك حب الراسة شنو لا بالعكس ها بس اسم يعني حبيتها او الاسم ما يجي احتباطا اشي اكيد اكيد ما يجي عن الفراغ من جبالك هذا الاسم شنو يوحيلك رئيس على قلبك على اوامرك رئيس على نفسي ترى اصعب الرئاسة عندما يكون الشخص رئيس على نفسي ليش لان الرئاسة على الرعية ممكن تسفر على الأمور بس الاوامر الداخلية بداخل الإنسان اكو اه اقوال الاغلب الاقوال الكتاب وليش اروح للقوال القرآن شوفه يخاطب من يخاطب النفس اكثر من كل الاعداء صح ليش الانسان اذا صار رئيس على نفسه صار ناجح صح لو لا فعلا بس هل يا ترى محمد عدة هاي القوة يصير رئيس على نفسه نوعا ما ها ولو هو اللي ينحشي قدام الكاميرا عكس شي لا انا اليوم اريدك مو بس امام الكاميرا شي وخلف الكاميرا شي الناس تحب تشوف محمد الرئيس كما هو لا امانة الله انه انا مشكلتش زين محمد احس بيك انه وانشان بشي رح صير عصبي بعد ما اخزن المواقف من تجمع كل المواقف فاجأة مو شرط ان انت صاحب مشكلة وياي بهاي المواقف لا بس رح تتفرغ بيك اها زين ردت فعل ردت فعلك وعصبيتك تأذي اكيد اها تأذيني قبل لا تأذي شخص المقابل لا المقابلك المقابل وتأذيني قبل اها بس مني يخلص كل شي طبعا الندم والوضعية ما احسي لك عنها تندم اكيد اه محمد عادة الرئيس يكون هو صاحب قرار مصحح زين صح منه على محمد صاحب قرار مستحيل احس صاحب قرار انا احب اكون متمرد مو لان شاعر والشاعر عادة ما يكون متمرد بس اكون متمرد بالعكس يعني لا طيتني سلبية قلت محمد عده فلان شغلة وهي ما بيه اروح اسويها حتى اثبت لك يا خوي اقل لك انا اليوم صاحبي منو بيه وزين منو طلع سلبياتك ونو بسان البعد وان اعرف سلبياتك لا محمد يعرف سلبياتك صورة عامة جاي احتي لك اليوم شخص مني يقل لي فلان سلبيه بيك اروح اسويها حتى اثبت لك انو ايه فعلا شنو مشكلة زيان ده ما تحب تبرر لا مباشر وذا مثلا تقل لي انت حاتش عليه فلان شي وما حاتش اقل لك ايه حاتش يعني ما يهمك رضا الاخرين لا مو مشكلة اي بهاي نقطة اقل لك اصف الرئيس على نور صفيرة محمد دخلنا نتكلم على جانب هو يستحق نتكلم عليها على تشفل تشفل هسا تشفل موقعها شوية انه لربما هو الموقع يخليها مظلوم اعلاميا او ما يتسلط عليها الضوء لان هي موقعها لا هي عن نجاف صح لا هي عن حلة بس هذا شي سابق شي سابق الآن اتم مركزكم اريدك تسولفلي على المناطقية وتحركاتكم وتشمل بالنسبة المناطقية محسوبة عاليا من تشفل تشفل بابل زين بس احنا وضعنا يختلف احنا اليوم عدنا نافذة مهمة منتدى وتواصلنا حلوية للمنتدىات البقية ويل اسمال بالحلة اسمال حلة الواصلين ما عدنا مشكلة ويا اي طرف زين الحمد لله يعني هاي الفترة راحت السابق اللي سبقونا جيل كلاسيكي مشكلتهم هم ما تواصلوا اما احنا لا متواصلين ويا الناس والناس متواصلوا يعنا اها اشوف الكلمة هاي مشكلتهم شوي انه واصل لها مرحلة ملل كلاسيكي ما عده غير وزنه قافي اشي سوي له بس اشلون كلاسيكيه هو صاحب صاحب تجربة خمسين شاعر ما طالع لهم بي تشين وامشينها مشكلتي من نجا اقرأ القصيدة اتذكر بداياتي اجي اقف قدامه اقرأ القصيدة يقل لتبايكه ليه اش لانا قوى منا محمد الظهور شي اخر والكتابة واللون شي اخر اكي الكلاسيكيه كتابة عظيمة اوياك تمام خلق لك اوياك انا بس ما سوى انجاز للمدينة خلق اوضح لك مثل ما انتعدك انا بالنسبة لي من الناس صح ربما انه اكو اسماء ما وصلوا ما خلوا استعقاقهم بس من الاشخاص اللي يحتز بالرواد خلنا اتفق عن النقطة سعيد انا قبل الله بس من رخصتك بس نتبق لها النقطة قبل الله اللي الكلام لازم ادفع اكيد بس هاي قاية النقطة نتفق عليها اليوم انا من يجيني شاعر شاب يعني شاعر استوب جيلي جيلي الفينات خلنا نقول يلقى كل شي جاهز قدامه انا من جيه تلقى تتراب الخدمات تختلف الشي خدمك بشي تختلف عن اللون انت سنسبت لون كامل انت نسبت شريحة كاملة لا مستحيل انا ما تصدر متقلشين عند الرواب الكلاسيكي لا شوف الكلاسيكي ليش نسميهم احنا كلاسيكين انت كنم على الكلاسيكية لا مو كلاسيكية بصورة عامة لا بالعكس انا احتيلك عن بيتي عن منطقة اللي لقيتها تتكلم على الشفل بشي اكيد السبقه انا بيهم شعراء مهمين مو ما بيهم ماهم شم كلهم بس المهم صاحب رسالة اما يكون شاعر حسيني اما يكون شاعر وطني اما ملاحق من النظام السابق بس انا احتيلك عن اللي لقيتهم لقيتهم شعراء مناسبات اها هذا الواقع وما ستحمل نحتي طبعا لا ما بيشي تقع تتكلم على ما تخطر بس حاليا حاليا انا اقل لك احتز بعطه احتز كذا بس حاليا 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 تشفل من اهم اهم نقطة بابل اقدر اقول زين شعراء تشفل بما تأثيره اذا ما اعتمرواه لا اعد من الحاجزائر عظيم جينا نشت كربل ام ضيعينه حاسه هذا 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 الحاجزائر هذا هذا مامح سبعة تشفل ليش مامح هو تشفل ولا من في تشفلاوي هذا القضية الحسيني ولا من في تشفلاوي يقول والله اردى جوز من الشعر واردى انتظر تاليها من قام قافية الشعر يلعب الجاهل بيها ليش ما اطيتهم استحقاقك لا شون ما اطي استحقاقه قلت لك اكوه ما نفيلك منهم من الرواد مد ايد العون لكم ضيال حلي بس ضيال حلي ايه فقط اه الشعراء بما تأثيره شعراء تشفل قلت لك الحاجزائر ملا من فيه الحاجزائر عدنا اسماء 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 سيد نور بعض عدلي اه ذاكرة ضيال حلي ضيال حلي سابقنا قد عمر تارك الشعر زين يعني اكو اسماء واكو اسماء اصلا ما يجونك بالذاكرة فكيف تحكم على اليوم لا محسن اللي عدلتك اياه ما لسا تعرف التعب و هاي الوضعية يعني قلق ماهو كل يام هنا بس انه لازم ما تحضرني كل اسماء لان قلت لك خمسين شاعر بس باللون الكلاسي كده اللي يسميه كلاسي زين 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 عذرا يعني ما ذكرتك اضفت شي ما اضافه الرواد اكيد اكيد اساس نقاعدة شعرية مهمة بالتشفل بالتشفل زين هسا وضع التشفل شين يعني بالعصر الذهبي نقدر نقول من يقود هذا العصر بس اليوم لا مصطفى غاني مصطفى غاني بتحياتني الى بتحيات شاعر مبدع وكان ضيافتي اكيد اليوم انت ترأس وتتغذى على عاتقك مشروع شعراء شباب حندك نقاط يجب ان تكون انت تقيم اكيد زحاف وزن وحدة موضوع عدم استنساق يعني واي كثير انتم شون اجراءاتكم اللي اتخذتوها كل هاي اللي حتشينها كلها موجود ولكن انتم شعراء مستوى مو مستوى تقييمها السعالة انت كذا مو مستوى التقييم شون قصي سيد مو مستوى التقييم لان احنا تجربتنا ترى بسيطة انا انا اطبت الشعراء في انو الداعش انا انا اطب تدري شو وقت كاتب يعني هاي مسيرة كاملة 98 هاي شون ما قيمانو شعر اللي يجيني 98 98 98 كاتب بسانو انت جيلي لحد الان اقللك ارجع النائل ارجع الفلان ليش هاي الاسماء المهمة القامات الشعرية ما قدرت عدها انا ما نفيت لك الكل قلت لك موجودين عدنا اساس قوي عدنا بنية قوية وعدنا بنية هشة انا اللي لحقت عليهم البنية الهشة ما عدا ما عدا ضياء الحل الموجود يعني اسم محمد اذا خلي بلجنا يقيم طبعا من يقيم محمد مستحيل ها مستحيل شنو مستحيل يعني انت تقيم الناس ومحد يقيمك اكيد ترى مو منطقة رأيي هذا رأيك مني النابع يعني من قصادك مثلا نتاجك مثلا من قراءتك انت طيني طيني شي واقعي كل شاعر كل شاعر تعلم الوزن عن طريقة شاعر خليتنا روح بغير واحد كل شاعر تعلم الوزن من الشاعر انا تعلمت من نفسيا انا علمت روح على الوزن ما خليت واحد اعلمني حتى يكون صاح فضل علي في وقت ما هو مو عيد ترى الوادم تكتب على ذن الموسيقى بس منخصتك هذا شي خاطئ هذا قطع شاعر هذا عد جبار الرومي عج حسين الواء دول اهل الفطرة اسمع لي اسمعي ناس اهل الفطرة هاي رزق يجيهم قصيدة حزينية رزق هاي يكتب الميمر حج حسين الواء لي يكتب الميمر يكتب الموشح يكتب التجليبة يكتب النصاري قل له شين تبعي لا تقول لك مادر الاذن الموسيقى ترى موفت شي لا سيدة انا من اقول لك لو زان لو زان يعني انا من اقول لك مفعول فعول 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 ما رح تعرف شين هذا الوزن اقول لك اسمعي لقصتك عدنا احنا شعراء على نظم سيب الحل في تحياتنا لهم تذري شيني ذول كتبوا اخذوا لهم فترة كتبوا تفعيلات جديدة اضاف تفعيلات اذن الموسيقى جديدة انت ما اول شي ما تجبرنا على تفعيل لا سيد لا ما اجبرك على تفعيله ان هاي التفعيله شلون مو منجز الي هاي تفعيله انا ما جايبها من جيبي هاي كتب بيها كاظ من روعي كتب بيها عصار وكتب بيها نصوص غنائية هذا وزن الحلاوي انا ما جايبها من جيبي زين خل نسمع نص من عدك بحيث هذا النص يثبت ان محمد يقدر يقيم الناس والناس ما تقيمه اليك نسمع عشت دور الجمر ما فشلت شانون ايه وعليه شلام صيت النار من جلدي حطبر التونة هل ما زع على التنور وقلت عادة احترك كم لوعة وتعدي وطين وجوهكم سالف فشل توطاح ولملكم خجل ولقى الفشل ضدي الدم بخصانه ما خلى الفراشي نامه ويرتاح الكتل شاف الورد يدي النهر من تنطعن جرفينه ثوب ماي ومثل حال النهر دمانه متبدي انا عد النوارس من حسب جنحان وذا بيكم خلل قدت الخلل عدي وحق الشاهد تلمن ولا نظيم هدف وسهامكم ما ظنه يتعدي وهم تقضي او اعيش والقراحة بال واحلم والحلم لو بتشذب ودي ويسئلون الامس هم شيعون بليل ولقيت الاخ حسرة فرفحة بردي بلا من سيست شايل حملكم ليش ما لاقيت مرسة ولاحظ بردي هودج والخلق صحرة ولقيت النوك راعيها انشتل والحيرة من تحدي معركة انتهت منصار ما كوياي ربعو بيش اصد حروب من تبدي حذر ما امن الصحبان ليه يحزان القائد ينطعن من يشرد الجندي ولي امن رسالة بظل جنح ينصاد ظل الفاضحة ولا تامني يودي وبعدنا من احترق ما فشلت شانون وعليه شلام صيت النار من جل الله شاعر مبدع بدو روح لكم ولاي بس انت اخي يا بدو روح لكم ولاي فيديو انت ضيافتي عدم ثقتك بانه اكو شخص يقيمك لا مو عدم ثقتي هالي اليوم ممكن ممكن دكتور نقد اطرح يمنا بدون نقد ممكن سمير اي قيم ليش ممكن ليش سمير اي قيمك طبعا ليش سمير عبر مرحلة دكتور نقد سمير معالج للشعر الشعبي انا مارد اخذ الحلقة انو رح تروح بوايا جوالية اعرف اعرف انا مارد اروح البعض قالها خلى اطلعك من هاي الاجواء اكو اسموها عندنا مهمة كلش جدا مهمة ما نقدر نتعداها ورموز جدا مهمة اكيد هذا شي ما نختلف علينا وقامات شعرية الهباع والهطلاع ودارسين الشعر ودارسين الاجيال اللي سبقتنا وكتبوا وتميزوا وبوقت ما كان لا سوشال ميديا ولا كذا ووصلوا صح واكو قصائد هي من المعلقات لو اقراها الف سنة انا ما املها ما نختلف على هذا الشيء عدنا من كاظم سمع القاطع من سمير من عبدالحسين من نائل من عاطل من جبار رشيد من ذياب اكزار من اسماء كثيرة واكو جيل شباب واكو جيل سبقتكم صح الان قاعد يكتب النوعية وقاعد يكتب وكلمة المستقبلة وكلمة وردة يا رب التوفيق للموجودين والله يرحم السابقين خلنا نطلع من هذا الموضوع تمام فأتمنى لك الموافقين انت رئيس منتدي مزيد رئيسي بس على نفسك السلاح بس على نفسك مصطفى غان إن شاء الله بباركة الشاعر بباركة أكيد أتمنى تكون روحية الليونة ولو قاعد يحس انه هالكبرياء مرات يعني مرات هاي تأذيك المداهر حلو مرات 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 طيحت الشاعر أول ما يطلع تأذيه أكثر من من نتاجه اللي كتبت القادة كتبت لسه نوات خمسة سابعة بس طيحت تأذيك أنا منيتي منيتي أكون دبلوما سوياك وأمشي الوضع بس ما أقدر لازم أداهر أكو سؤال يقول التحدث إلى شخص تخلى عن أي منطق أشبه بإعطاء دواء دواء إلى جثة مواجهت هالشخص بحياتك أكيد هي المشكلة مهنة حبيت هاي المقولة من شخص هو جثة بالمستقبل أصباح كان دائما يسول فيها التحدث إلى شخص تخلى على أي منطق أشبه أعطاء دواء إلى جثة بالمستقبل اكتشفته هو جثة يعني تجيد التكلم مع الموتى لا هو جثة يعني هو جثة يعني هو بشر رحالة يمشي بس جثة بس جثة يعني ما يفي دواء كل شيء يتعامل هو هذا السؤال أنت كنت تتعامل مع الجثة أو الموتى اللي يمفارقين الحياة هو جثة؟ لا اليوم نروح بعالم ثاني يمفارقين الحياة شين تقصدين؟ ناس أصدقائي يمشوا ياك بالحلوة بالمرة وياه وحبيت منها هاي المقولة فجأة اكتشفت أنه هو جثة ما يفي دواء؟ التعامل الزين ما يفي دواء؟ إذن فاقد الحياة طبعاً وهذا اللي يقص دانا زين الفاقد الحياة شون اللي يتسويه حتى ترد للحياة؟ شو تسوي له؟ ممكن؟ من يعني ما التجاهلة وأبسط أو أقو علاج أكو ناس تعيش بالتجاهل؟ ايه ويدر بك متجاهلة طبيعي لمرده زين أنت سريع القرارات؟ أكيد ما خلتك تندم؟ لا حالات من أن يكون القرارات سريع حتى ما تلحك تندم أحسى أخذ الاستعجال ما القرارك أنا أشوفك ندم ما تلحك تندم؟ ليش ندم؟ عندما يأتي قطار الليل فعند أي محطة من الذكريات تقت قوائي ذكريات تجيب بالك؟ يعني عادة ما أي شخص من يخل رأسي على المخد أول ما يجب بالك لأنه هذا الصبح موجود؟ لو لا زين ما ليجب بالك؟ شن العالم اللي وراء هذا العالم؟ تسألات غريبة تسألات ما قبل المنام يعني هواي زين اقترب معدك الصبح لو بعث الليل؟ دائه دائما الليل ها حس ليك؟ بيمن تشوفه؟ منو شمعتك؟ ما يحتاج؟ تشوفه؟ الكل شخص يعيش بالليل يعتمد على شغلتهم ما دام آني ما دام آني شمعه جاي أضوه أضوه طريقي إلي آني مزيين؟ أضوه ومشي ما يحتاج أنت المحترق؟ أل ما المحترق؟ محترق الروحة؟ مجارك؟ ما أريد أقول لغيري حسين تنحس بأنه نكران ذات وذا ما أحب هالشي الدبلوماسي قلت لك دائما ممكن يخلص خيط شمعتك؟ أكيد ماكو عمر ما يخلص البقاء لله مزيين بالنهاية ش ديقول؟ نهاية شن؟ نهاية آخر شعلة خيط شمعتك أرقد بسلام خلص شكوا بعد لا ما للي ما تحققه مو مشكلة أسعاراتك؟ شكما تعوضها؟ وليه ش اللام؟ إذا المثلي سير للحلم فجأة يفرش عرصي في نام شين المشكلة؟ المثلك يتان الصبح؟ لا بس إنه السال متواجد لولا خلص يعني أنت مكتف بألامك؟ أكيد شو وصلك لها المرحلة؟ الناس اللي عشتوا إياها زيلا الناس اللي عشرتها بصورة عامة ما كل يوم شخص تلقى بيه حياة مستحيل الإمام علي يقول اللهم كفني شر أصدقائي أما أعدائي فأنا كفيلة بهم ما تشفاني شرهم والله أبدا أصدقائك تتخوف من عتم أكثر من أعدائك؟ صح أعدائك رديتهم لو لا؟ أعدائي بلا هو عدب بين واضح زيلا بس أنت صديقك كارثة إنما يمشي معاكم وما تدري بأنه وعدوك بشو نوت استرسل؟ استرسل ما بيكم ثقل شالنكم امتوني أي أخوت وروحي لكم لو طلبتوني ورضيتاً على الدخير الخاطر تفرحون أبلمتنا وضحكنا وراضة تنسوني طحت والطاح بيرب ودرت انهزمون شايلكم عمر شامر رشيلوني مو كلهن شقة ويتعدن الزلات ترى الشراي شامت لا تبيعوني قتلكم تعب ما أخذنا ريد ارتاح أضيع بير يوسف من تشمروني مو كلهن شقة ويتعدن الزلات اذا عدتكم ويانا وياي طلعون زين اذا عشلت قصيدتك تسمع لي قصيدة عيش همك من جيلك ما سؤال صعب معقولة محد يعيش همك يعني ما جبال شي يعني اسمع هواي بس ما جبال شي بلتشفل بيها شعراء مثل ما تفضلت واسماء مختلفة وقاعد تكتب اكي ما حدي انه تسمع قصيدة وتستلم بيها وتعيش لا بلعكيس شون مصر تغليش براح من بالك ليش لا مو تقتل تعيش انت اهي نعم تعيش انت شي اكيد ما وهو لو ترجم الوجع اللي انا عاشا انا بعد علم نكاتب هسا انت وجعك يعيش شخص اخر شي اكيد مستح حتى لو مشابه حتى لو مشابه انا لازم اخليلي فتشيني ميزة عاكم اني اسمع وجعك الو لا اكيد انت الان قاعد تتكلم وجعك للناس اللي تشوفهاك صح واللي تسهر متابعين ايسا ناس مو لا شعراء الناس الوسطاء اللي تسهر وتسمع قصيدتك تستيلد به صح الناس هاي اللي عاشت وجعك انت شي اكيد تعيش وجع شخص اخر صح ياهم من الشعراء يعني تقدر تقول محمد ثامر و ازهر عظيم نوعا ما هواي عنصر الروحك محمد لا والله مو عنصري بس اليوم الشعراء كلهم مبدعين محمد ثامر عباس حالو بس احنا السالفة كبيرة للبداية عبارناها لا دي تماسك منها مقد هاي 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 قاف منها هي المشكلة ما ترحمل وينك هي المشكلة ما ترحمل وينك تسهل عن شخص فرهدهن سنينك تلقاب الحلم تقفل عليه يا باب الله 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 وتدري فارقك لو فتحت عينك الي يجيك بطيف من يعوف لك مرسال جيب الساعة بمرسالك يعينك وعقلك من يخف تذقل الروح عليك وروحك تنهزم كل ساعة من طينك من محد يعرف لهذا يوجعك يزداد الوجع والنوب بتختار بسوا دينك من محد يعرفة لهذا يوجعك يزداد الوجع والنوب تتéchر بسوا دينك الا شبيك بسهولة تحاوتك كليوم وبسوع حالتك تلتم لطب عليك وترد للبيت حبك نوم من طينك مفعول الدوة يخليك ليلة نام وتخلص ليلتك وتفس شياطينك تكسر من الهدايا لحد عز الشياء السالم من غرفتك بس حياطينك تخلص ليلتك وتفس شياطينك تكسر من الهدايا لحد عز الشياء السالم من غرفتك بس حياطينك ومن قد ما بيتيت الموهلك واسوق وسوادع ليك لبسه وحد جوارينك اللي يسئلوك على ذول الحاب هم الذوق تنطر تحلف لهم ما مأذينك العركب داخلك من يفزع الحاجوز شي يلحق بعد عالبينك وبيينك العركب داخلك من يفزع الحاجوز شي يلحق بعد عالبينك وبيينك لشن تتعينهم وتضحك للي غثك مو لين مرتاح خلق مالك بعد قدمان بتعبينك لشن تتعينهم لو طاحة وبنضيك ويفز انتقام الذات بس بعديش المن تنتقم وتحسي شاشينك ممن تنتقم وتحسي شاشينك محمد هذا النص واقع جدا ومسرح وانتقالاتك انا احب هاي الحداثة انه مني توظف عصبيتك اللي بالغرفة اللي ما حد يذر بيها بس اشاهد عليها غراضك اللي تكسرهن وهاي البساطة هاي الانتقالات والحداثة اللي تنضب بالقصيدة احبها جدا تكون ما مستنسخة بالضبط وتكون اشبه بحالة استثنائية تولي الصورة جديدة نوعا ما او مو صورة انها ما بيها فكرة على الاقل نقول من اريد نقول صورة نعم ولهذا هنك على هذا النص فدو روحك مولول اه لان اغلب الناس رح يعيش هذا النص بس هاي العصبية اللي يعدك الزايدة ما رح تخليك صاحب ولهو ستكون عسا معدودين نعمة تعارك ويروحك نعمة ظلا يعدل اصابع نعمة بس بعدك قلق منه ما احنا خذانا الوقت اريد اراويك صورة اي حتى ناخذ فاصل تمام رجعنا ياكم مشاهدين الكرام مع المبدع مولاي العصبي لا لا هادئ والله هادئ محمد الرئيس هسا اريد انتقل بك الغير وادي ماشي تمام الغير خاني وياك أنا اي حياة محمد العاطفية وصني انه محمد كانت علاقتك العاطفية ويمدرسة بالمدرسة هاي الموضوع يعني قديم يعني ايام الدراسة انت ما عندك شي قديم انت ذكريات تعيشها اكيد اي اخفيت ما في داخلي حتى عرى لي مخرجا صارحتها عن حالتي في الحلم لكن محرجا حاشيتها ومدرش حصل حاشيتها ومدرش حصل كلماتي ظلت غاف وبالقوة طلعت الحش وقدت لها انت العافية مو طيش مني هو القلب قلب والهواها يريد وبدربة جران العشق وتمنى ايدي بايدي وصرتان حقا مغرما وعيوني ما طبقا جفن واللي صار يمر سنة ومعاشر الناي وتتل حق منظلة سهر عمر دايخ اضل بعيون لو اتكتلك من طرف واحد صرت مجنون منشتاق أباوع للقمر عبالة غازل فيه بس هي احلى من القمر سبحان المسويه قيس الذي كاد انحنى في حبها حقا بكى ما واصل العشق ابد بالقوة شمان الهوى فاقز ليخة حسنها تلك التي احببتها تغويها حقا ينحني يوسف اذا ينظر لها لا مو فقط حبها القلب صارت حياته راحتي ولو هي لو هي اللي ديني وصلاتي وآيتي قالوا له بطل بسولك ما تحصل اللي تريدها عاشق مدرسة يا وقت عاشقها قد وليتها قالوا له بطل بسولك ما تحصل اللي تريدها عاشق مدرسة يا وقت عاشقها قد وليتها قلت له مقدر مو صعب وكسب قلبها براحتي ما عندي نية بلاده غشنية حلالة بغايت تالله قد كان النظر لا يدنو أدنى عينها وشاهدوا يا يدمع بالدمع قصارحتها تبا وان كنت القدر تبا لكي أبعدتها يا قسمة يا حظ يا بخت مني لاحبها خذيتها يا رب ومو قصد اعترض بس أنا عفدك بالتعب ربيتها الشيطان كان يلح علي ما يوم زلوا بالغلط حاتيتها شيطان كان يلح علي ما يوم زلوا بالغلط حاتيتها لاقتني وردة وشيترف ظلت الوردة وظل شرب لأن أنا ما مسيتها ومعارك أنا وينفس راحت وما شميتها بس أنا همني تستقر ويعيش وياي النذر ستكوني لاجتني بنت باسمي اللي أحب سميتها وآخر كلامه ويلمشت متهني أكون ببيته الله الله هذه القصيدة الثانية متوسطة أحب العفة اللي بقصيدتك في دور ورغم ما يصير تختار ورغم تكلمت بموضوع استثنائي وعلاقة إنه استثنائية بين عمرك وبين بس كان حدود بها بس أنت ما أشوفها غلطان بال أي أكيد وأشوف أكو عفة وستر وانطيتها انطيتها يعني ما رخصتها بقصيدتك صح أكو غزل بامو كان حب حقيقي يعني أنا اللي اللي همني إنه كتابة القصيدة كانت مصداقية من هو اللي ينسي كامك محمد ممكن الجقارة حتى نطلع من هذا الإحراج محمد ليش سلمت المنتده بيت شخص غيرك رغم أنت نوعا ما أنا عند مشاكل هواي الوسط مشاكل على حق على باطل بس هي مشاكل ما لها علاقة فهذه المشاكل الضرنة ما نتضرن المنتده هاي واحد شفت روحك النار هذا بارت واحد يعني هاي الأولى الثانية أنه أنا لدي أهتم بنفسي أكثر والثالثة الشخص اللي استلم إدارة المنتده هو هو بعد أكاديمي واعي وإدارته كلش حلوة راح أشوفها بقادر الأيام إن شاء الله إن شاء الله زين أنت والدك شهيدة وهو متأثر الفقدة صح؟ أكيد زين أنا هذا السؤال أريد أطرق له لأن حس بلاونه الأخيرة صار الفقدان سيد أنا صار الفقدان لربما البعض يسترخص الحزب إنه هذا فلان أبوه مات يسترخص أصير شي طبيعي بسبب كثرة الموت ولكن يجي الشاعر يبين لك هذا الألغ اللي ما يقدر سيد أنا ما عندي جرع وصل يمقبر والدي زين ورغم المسافة قصيرة طبعا لحد الآن ما زايرة تقريبا 17 سنة وقت جفاء هذا له ما أردو أصلا ما أصلا وما أعرف كالتالة مستحيل شون أصلا بأي وجه يعني مات بغدر يكيد يا دفان دلينا على هن منهد ما دافنيهم ما وصلنا دولة ضيعة ولينة أعمرهم أهن وعيب ما نندل قبرهم يا دفان بس عندك خبرهم صخر قلوبنا وبلا محن منهد ما دافنيهم ما وصلنا صغاروا للمقابر ما أخذونا أغفت بعيو النصورك يابونا ضعنا بغيبتك لما نسبونا أي وصرنا كبار وكبر منصورنا منهد ما دافنيهم ما وصلنا الله الله ما أردك من النصور زين أنت ما تروح له هو يجي حل له مومو أنا أعدي وائي شيء بالأحلام وائي أشخاص أنه أحتاجهم متواصلوا يهم بالأحلام زين يحل مشاكلك أي شنو النصيح اللي يظل ببالك من والدك بتعد عن الشعر تبتعد عن الشعر الشعر اللي ينتهي سالان قاعد قاتل علي وتعارك طبعا زين وشنو نخلاك ما تمشي بهذه الوصائل يعني هو يعني ما قلنا نحن أحلام محمد أنا عادة من ندخل بهذه التفاصيل يعني عادة ما ما تعمق ليش لأن أعرف أكو آلامها ترجع للبيت رح تنثارها المواجب لأن أنا ما أعرف هاي القضية ولكن في بعض الأحيان الإنسان يصر على نفسه إنه يخلي اسم مالده ويمشي صح يمشي باسمه أكيد ما يخلي فراغ إنه أنا أعرف شخص عنده كلمة خطية يتأذيه صح أكو ناس ما تلبس أسود حتى لا يتبين انكساراته أنا انكساراتك قاعد أشوفها بالقصيد أشوف عصبيتك حتى بالجانب الشعري مو بسبب الشعر أكو حياتك أكو أكيد زين الإنسان بالحياة العوض أنا عوض والدي عمي لا أنا عوض والدي ابني سولفلي سميت عامر سولفلي حتى حتى لأن الناس تعيش خلص خلص إنه سميت عامر زين وهذا السبب اللي يخلاك تشيل الاسم محمد ثامر إلى محمد الرئيس محمد عامر لمحمد الرئيس كيف هذا السبب الرئيس اللي ما تكلمت البداية مصح محمد أحب شجاحتك صراحة بس عصبيتك رح تأذيك هواي عصبيتك رح تأذيك كل شخص عده هدف إي عرضك تسولفلي على الهدف الرئيسي من كتابة الشعر شين هدفك يعني أكتر شي إنه أنا هسي هذا الجواب رح يكون دبلوماسي طبعا أكتر شي نفسي عرضي نفسي حب الوصول لا حب الوصول ما عندي ما عندك حب الوصول ما كل يوم شعر ما عندي حب الوصول شسوبي أنا كبالوسط اليوم الشعراء كيل تعرفني محمد محمد ما لغرض بالوسط أنا بنشبه لما أكتب الشعر كاللناس للناس نعم الناس حبتني خيرا على خير ما حبتني شاشة قوة شلون توصل للناس غيرك أحب الوصول أكيد حب الوصول اليوم أنا لا تقل لي حب الوصول إن أنا أريد أقاتل حتى أوصل لا أنا أقاتل على قضية على شعر اه 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 لا مستحيل اه اه زين لا اليوم أي شي روح ايه شين المشكلة اليوم هاي حياتي وهاي الباب باب مفتوح وذا ما تقدر تطلع 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 دفرة بانقرسيا ولا وهال مفردة ما الصرح تشيها أي تطلع دفعة ونو تكطلع ما اعتقد هذا الجواب صادق لا صادق فعلا مستحيل الانسان الي عدد هذا الاشتياق وهاي المحنة وهاي طبعا انت من الناس الفطرين الي يحسهم لان ما دام انه يتكلم اللي يبدا خلق اللي يبقال بها مباشرة فما حس انك عددك هذا الرخص فقد الأشياء لا مو هو الرخص إلا هو يرخصك، شو من تضربي؟ خلاص، انت رخصتني يعني ليش ما رخصك؟ أحسن مني بشونا حتى ما رخصك؟ ما تحبهم بألمهم وبوجههم؟ هذا شي يبقى بعد بالداخل هذا بواحد بس مباشرة إليك الشخص أبقى إلا أنه أنا مو بحاشتك هسا اللي يبقى بداخل هذا بداخلي زي إيش راح أسمع له؟ النص باختياراتك نص باختياراتك سمعك إذا كاتب الشخص هذا الشخص احتبر الكاميرا بسؤال فبراحتك شح تشيلك بعد عني؟ وقلبي يريدك تغني؟ شح تشيلك بعد عني؟ وقلبي يريدك تغني؟ بمواجعة، بحزن جاهل يعدمه ولعاب تقباله وسوادي ملبس الكاروك، نعش سواه وبش يتفنهمت عني قلبي يريدك تغني؟ تعب قايدني من عيني ويوصل بي لسه باياخذ روحي ويهدني أنا اللي بوسط حلمه ناص بشادر ويلطم من يقدر يصل حزب؟ أنا اللي مامش بجدمه ويصل يمك أنا القادر بقوة يطب حلمك ما حد يقدر يردك ومدرش بي أحس ناسي رافض واقعي وناسي بس انساك لا فني بس انساك لا فني شيبه بنسقطه نحظي وسرابه من الشمس تصف نحس عيني بعش يلقاك يا حظي ومسافة شمضو النجمة تبعد بينك وبياني ومشاعر مالهن رداد أمس بيلي ألا مني قلبي يريدك تغني على حيط دارك المنطين أثر موجود وبقدي ويكبر كل سنة بقدي وأثر موجود وأيساسي أثر راحة تعب وممدد ببابك هادانش كبرني حيلم تبدي وغريبة بكل تفاصيل ملامح وجهي لتجاوب السؤال بعيني ليعد شيله من بقايا إنسان وغريبة بكل تفاصيل ملامح وجهي لتجاوب عيني ليعدي وفز ولقاك متحن بعد ماري إذا كتغني أفز ولقاك متحن بعد ماري إذا كتغني شيله من بقايا إنسان ونار من انفجار بداخلي ودخان ودمع مضغورق عيوني وحس عيوني حرقن بعد ماري إذا كتغني وقدماه فاير بدمي وتفكير بقلق وبخوف وكتفكير بقلق وبخوف أحس أفكاري تشوني بعد ماري إذا كتغني الله الله سلام الله الله محمد إذا واحد عايش خساراتك عايش خساراتي نعم وقال لك أريد نصيحة شنة تنصحة موت ما يطلب النصيحة ما يطلب النصيحة صديقك مصطفى غانب قال أنا مصطفى مستعيل إن فصل مصطفى غانب نعم قال أنا مصطفى مستحيل يجي يوم ننفصل أو كل من يروح بداربه هو مستحيل ومستحيل هو مصطفى له هو يامل مين أنت ويامل أنا ويامل أنا ويامل هي مستحيل مستحيل زيان الشخص الوحيد الممكن يقلي لا وتقبل شنو تنصحه هاي الصحبة هاي التجربة صعبة هو دائما ينصحني اليوم شنو نصحانا مستحبة طبعا ما أخذ بالنصيحة مرات أكثر شخص يتحملنه هو مصطفى جم تاخذ بحشايته أرجع أفكر بحشايته شوفها صح بس أنا مجبر إن أسوي الغلط الغلط اللي يشوف الناس أنا يشوفها صح ما هي مشكلة هاي هذا التناقض هذا نحن خذانا الوقت نعنيت إننا والحلقة أكثر من هذا الوقت وصلنا إلى فقرة مفردة وبيت اي الفقر فقرة ببيتنا الرحم هذا الضيج وخارج بيتنا مبينين تجار الله 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 الخيال خذت قلبه وهمت بيه إلى أين أظل أركض ورا خيالك إلى أين صرت مجنونة بحبك إلى أين كتب ربك تحن وصير إلي الجقارة ما كان عزيز وراح ما كان عزيز وراح ما كان عزيز وراح كان هي شارة ورثت حد ما صاح قطف الجقارة الله 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 كلمة أخيرة ناسك وجمورك يعني بصورة عامة أنه أنا أحب الكل بس ما أحب بينهم أن أنا أحبهم حتى ما اليوم الشخص اللي تقول له أحبك يحس أنه أنت محتاجة بشي يستغل طيبتك يستغل طيبتك فهنا الناس اللي يحبونك الناس اللي يحبونك يحبوني زيان أنا أهم أحبهم هاي الكاميرا اي اعتبر والدك أمامك آخر كلمة ترجعها بيشت عاهدة وضاع عاهدة لازم مشكلة مو مال إعلام يعني محتفظوا بيها أنا معاهدة بس محتفظوا بيها بداخلي ما راح أقدر أتشيه من يعني من طيب خاطر أتمنى لك كل توفير فدو أروح لك مولاي يا رب إن شاء الله يشوفك مرتاح يا بعد روح فدو أروح لك وفرحان مجال حياتك فدو أروح لك مولاي وهاي الفوضوية العصبية إن شاء الله يشوفك بيها مرتاح لنهاي تشيبك وتكبرك من وقت تشاعر مبدع فدو أروح لك مولاي العزيز تشفل بفضل تمثيل يا رب إن شاء الله كل التوفيق ومن خلالك إن شاء الله برنامج الرسالي يكون نافذة وكل شخص إن شاء الله يستحق كل التوفيق وبنائة الحلقة أنا أحتذر منك على تأخير الحلقة كان من المقرب طبيع جدا تكون حلقتك بعد الشاعر على أسد تحياتنا إلى لأنت كنت مشارك القراءات اللي بأماس الرسال صح فيا رب كل التوفيق يا عزيزي مشاهدين الكرام انتظرونا بحلقة جديدة من برنامج الرسال كونوا في أمان